نحن الأسبوع السابع اليوم الثالث نحن في اليوم ترتيبنا ناخد كالتالي نستعرض طبعا ما أخذنا كل الاتفاقيات التي بتتعلق في الشأن البيئي واللي إلها أثر تنموي فاليوم بدنا نكمل ونعمل زي تعليق على مقارنة عليها ونشوف كيف ممكن نستفيد منها تنمويا اللي هو بروتوكول القرطاجرنا البيئية التنموية وعندي اتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهون هدولا الثلاث اتفاقيات سبع سمعت عنهم ولكن بدنا نحكي اليوم بالتفصيل عن كل واحدة فيهم خلينا نبدأ في الاتفاقية الأولى وهي من حيث الترتيب يعني خلنا نقول ستوكهون اللي هي استفاقية وجدت يعني من أجل الملوثات العضوية وكانت يعني خلنا نقول كل اللي احنا بنعرف انه التلوث بأشكاله ممكن يكون جزء منه وهذا يعني جزء كثير مهم اللي هو التلوث اللي بتم في الأرض بسبب التربة بسبب المزرعات واللي احنا بالأخير بنحصل عليه كطعام فهذا الموضوع كتير بهم ننذكر انه التقرير بيبين انه طبعا التركيز هون على أي واحد من هدول الأهداف مين يقول لي؟ أي واحد من هدول الأهداف اللي عم نركز عليهم هلأ؟ على جود هيلث جود هيلث رقم ايش؟ ثلاثة ثلاثة وايش كمان؟ ثلاثة 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 هو كل شيء في التربة صح؟ اه دكتور طيب كمان في هدف؟ ثلاثة رقم خمسة وتواصل رقم خمسة عشر صح؟ يعني هذول بشكل مباشر طيب دعونا نرجع للاتفاقية إذن هي بتحكي عن اتفاقية سكوك هولن للملوثات العضوية الثابتة هاي الملوثات الهخاصية يعني عادة يعني معروفة عنها اللي بدرس كيميا وتخصص علمي بيعرف إنه بتكون سامة وعادة يعني بتتراكم في هاي الأحياء يعني خلنا نقول كل جسم حي وبتنتقل عن طريق الهواء والماء وحتى أي إشي ممكن يكون يعني ينتقل عبر الحدود والمشكلة إنها بتتجمع يعني في كل النظم اللي نسميها الإيكولوجية الأرضية والمائية فإحنا هون كمان بيشمل الموضوع إيش الأرضية والمائية مش بس الـ Life on land كمان Life below water أوكي لأنه عم تنزل حتى للمائية طيب طبعا القصة كلها بتعتبر مشكلتها يعني ظهرت أكتر عند البلدان النامية لأنه هنه خلنا نقول معروف إنه لما بصير فيه تخلص من أي نفايات المشكلة دائما بتروح للدول الأقل حظا واللي هنه بيعانوا منها بشكل أكبر زائد موضوع الوعي في كيفية التخلص من الملوثات العضوية طبعا إحنا منقول إنه هاي الملوثات حسب الإطلاقية اللي هو برنامج الأمم المتحدة اللي كان بسنة 97 كان يركز على إنه ضرورة اتخاذ إيش حماية وإجراءات من أجل حماية الإنسان وبيته والقضاء على حتى كل ما يعتبر لهو منسمي إنبعاث للملوثات العضوية ممكن شيء منها يعني حتى يتطاير ولكن الاتفاقيات الدولية ما كانت في السابق تركز على هذا الموضوع مع الوقت في هداك التوقيت صار فيه تركيز على إنه هادي خلنا نقول ضرورة لاحظوا كل الموضوع عبارة عن قوانين اتفاقية المفروض الاتفاقية مين اللي بيتم خنقول مسؤول عن تنفيذها حسب رأيكم الوزارة دكتارة اه وزارة إذا عميحك مثلا موضوع بيئي معناها وزارة البيئة أصلا هو لما بصير في تعقد جلسات في الأمم المتحدة اللي إحنا مين بيروح عنا يحضر هاي الجلسات برأيكم منذوب عن وزير البيئة أو وزير البيئة نفسه حسب مستوى الاجتماع هلأ ممكن يكون السفير سفيرنا في البلد هو اللي يحضر وممكن يكون فيه ممثلين من الوزارة أو إذا كان الموضوع على يعني بيحضر الوزير لما يكون على مستوى الدولة بيكون الوزير زائد السفير حتى يكون يعني واحد يستلم الملف اللي نسميه الفني التقني اللي هو المعني في الوزارة والتاني اللي هو الدبلوماسي السفير معني في الشؤون العلاقات والتعاون طبعا حتى وزارة التخطيط بيكون فيه لها تمثيل لأنه هي معنية في إذا صار فيه أي اتفاقيات طيب هلأ حتى يحموز ما قلنا قبل شوي بالنسبة للأهداف حتى يصير في حماية للصحة البشرية تم الاتفاق على التخلص من الأثار الضارة للملوثات العضوية وفق للتالي هلأ كل اتفاقية إلها عبارة عن مجموعة مواد هذه أنا هون عم بطلع من مادة واحد خليني أنزل للأخير ونشوف كم من مادة كم مادة عدد الاتفاقية يعني الاتفاقية تنص على كم مادة طبعا فيها مرفقات اللي هو اللي زي بسموها أنكس طبعا هاي مترجمة زي ما إنتوا شايفين هاي مرفقات اللي هي كلها أنكس زي ما نسميها أو أنكس طلعوا احنا هاي كلها مرفقات يعني مش الاتفاقية الأصلية أو خلينا نقول الاتفاقية الأصلي بس مش النص الرئيسي خلينا نقول الإضافة عليها عادة بتكون الإضافة من أجل تعريف من أجل التوضيح أوكي فخلينا نشوف لوين بتوصل عندي هون لأنه هاي المواد اللي أنا بديها لغاية لحظين كلها هاي ABC اللي هي مجزقة يعني مش بتكون الاتفاقية هاي عندي المادة شايفين إذن هي بتنتهي بالمادة رقم إيش رقم 30 30 مادة بتناولوا هذا الموضوع خلينا نرجع ما بدي أمشي فيهم كلهم بس هو بناخد بعض المواد الأساسية هاي تعتبر اتفاقية بتركز على موضوع لحظه هي يعني تابعة بتوضح أو خلنا نقول تابعة لموضوع المبدأ رقم 15 من إعلان ريو لشأن البيئة والتنمية شايفين يعني الاتفاقيات بتكمل بعض الاتفاقيات بتكمل بعض مرات بيكون حتى تكملت الاتفاقية من خلال بروتوكول فهونا الان ريو اللي سبق حكينا عنه إذا منقرأ المبدأ 15 يعني هذا الحكي بخلينا لازم نرجع لان ريو ونفتح على رقم 15 واللي هو بتعلق فيه البيئة والتنمية بيركز على موضوع حماية الصحة البشرية يعني فيه بند في هذيك الاتفاقية بيحكي أو بتحدث عن الصحة البشرية والبيئة حمايتها من الملوثات العضوية الثابتة فهلأ هاي العبارة ما بتنفع هيك تنترك يعني بتعرفوا بالقانون كل إشي كل حرف إليه معنى ما بتنترك هيك هاي العبارة وجدوا القانونيين المعنيين في الشأن البيئي والتنموي كمان إنه ضرورة إنه يصير فيه اتفاقية حتى تفصل شو المقصود في هذا البند فطبعا التركيز كان على إنه كل دولة معنية في هاي خلنقول في العالم وهي يعني سواء كانت منظمة إقليمية أو غيرها معنية في إنها تشتغل على هذا الموضوع وبحيث إنها تكون يعني تشكل نوع من المسئولية اللي بتضغط على كل الأطراف اللي بتصوت على الموافقة على هاي الاتفاقية طبعا الموضوع بيرتب على الكل إنه اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الإطلاقات المقصودة من الانتاج والاستخدام أو القضاء عليه يعني كل دولة بتوقع على هاي الاتفاقية مطلوب منها إنه إيش تتأكد وتتخذ إجراءات قانونية وإجراءات إدارية وفيه إشي منها ممكن يكون فني حتى يضمنوا إنه أي إنتاج أو استخدام يكون سليم ما يكون فيه هاي خلنقول العناصر وبالتالي ضرورة إنه بيتخذوا إيش تدابير بنسميها زي ما أنتوا شايفين قانونية وإدارية يعني الإدارية اللي هي إجراءات ممكن إجراءات الوزارة في إنها تتأكد وقانونية اللي هو عقوبات في حال تم استخدام هاي المواد اللي ممكن تكون ضارة وتأثر على الصحة والبيئة طبعا كل هاي المواد لازم إنتوا شايفين بتتأكد على هذا الموضوع وبتركز على كيف لا بد إنه يعني تم حتى يعني لا يجوز إنه يصير فيه أي إعفاء أو تغاضي عن أي مشكلة من هذا القبيل طاحزوا هنا بقول لك إنه أي مادة كيموية مدرجة فيه مرفق المرفقات اللي هي قلنا اللي بتوضح التفاصيل عادة لم تعد الإعفاءات المحدد للإنتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لأي طرف يعني بمعنى فيه إشياء لازم يتخلصوا منها ما بيصير يتم استخدامها لأنه هاي ممكن تكون استخداماتها ضارة طبعا ما تتحدث عن سجل الإعفاءات ما حنقرأ المواد إحنا بس ناخد يعني ناخد فكرة شاملة عنهم لأنه أنتو مش تخصصكم قانون أنتو بيعنيكم بستخدوا فكرة عن الاتفاقية وشو أثرها على موضوع التنمية سجل الإعفاءات اللي يعني بتناول التفاصيل بمعنى أنه هل هذا مقبول أو مش مقبول هل نعفيه هل اللي يكون فيه عليه عقوبة وهكذا طبعا هذا الإشي بتناول كيف دول تتعامل معه أوكي عندي مادة تتحدث عن تدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو القضاء عليه حتى نقلل من نسبة هاي خلنقول الإنتاج بهاي الطريقة ونقضي عليه أول بأول لأنه في دول يعني ما أدرت تعاملت مع الموضوع بشكل يعني أنه هيك الصناعات هيك ترتبت ومش قادرة تتخلص من هذا الموضوع حتى هون في مادة كتير مهمة اللي تطلع عليها اللي هي اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم والتدريب كما تعلق بالاستراتيجيات والتوعية هون بيجي الجانب التنموي اللي هو إنه كيف ما إحنا ما عم نحكي عن قانون ومتابعة شغل الوزارة إحنا عم نحكي هون عن طبعاً كمان من الوزارات المعنية ووزارة الزراعة كمان مش بس البيئة إنه في خطوات معينة إنه هذا إشي يتم تعليمه وتم التوعية بشأنه زي ما إنتوا شايفين أيضاً بس نقرأ عنوين المواد أوكي في عندي مادة بتتحدث عن شو هي التدابير اللي ممكن تتخذ لتخفيض الإطلاقات والفضلات اللي ممكن تطلعها والمخزون من هذا حتى يتم قضاء عليه طبعاً كلها مواد خنقول كيموية فهونا كمان ممكن يتحدثوا عن في مادة بتتحدث عن خطط التنفيذ وكيف لابد هنا منيجع لموضوع التخطيط كيف لابد أنه يتم وضع خطة لحتى ينفذوا هذا الكلام أنه خلاص إذا بيصير فيه قرار من دون تحديد مدة زمنية شوفوا كيف هنا محددين أنه سنتين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أعطوا لدول مدة سنتين حتى أنه يوضعوا خطة حتى يشتغلوا على هذا الموضوع هلأ طبعاً هنا لما برجع الوفد عادةً بيكون فيه وفد بيطلع بفاوض أو بيوقع على الاتفاقيات في الأمم المتحدة في هذا الموضوع أو مرات بيكون فيه يعني مندوب يعني هو المعني في هذا الجانب برجعوا بيشتغلوا على الخطط التنفيذ وطبعاً هاي بيتم متابعتها من قبل الجهات المعنية في المنظمات اللي تابعة لهاي المسؤولة في هذا الموضوع طبعاً كيف بيتم إدراج المواد الكيموية أيضاً محددينهم هنا المرفقات ABC يعني ألف با جيم عاملين مرفقات تفصيلية بتحدد شو هي هاي المواد هلأ منشوفها بس هنفتح عليها طلعوا مادة سبعة تسعة بتحكي عن تبادل المعلومات بين الدول من حيث الإنتاج هاي ممكن يكون أو استخدام هاي الملوثات العضوية حتى لازم يكون يعني بيتركز عن موضوع التعاون بينها لاحظوا مين المسؤول يتابع اللي هو الأمانة الأمانة اللي هو دائماً تنظيم بيكون فيه إلو أمانة أمانة عامة أو زي كأنها سكرتارية مسؤولة عن يعني التأكد من المتابعة وكافة التفاصيل في هاي الاتفاقية طلعوا مادة عشرة أنتوا هاي اللي بتهمكم كمان كتنمويين اللي هي المادة عشرة الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور يعني ممكن أنت تشتغل بكرة في مشروع بتحدث يعني تتناول هذا الموضوع يكون جزء من مسؤوليتك فكيف بدك تشتغل عليها ضمن فرق عمل طلعوا هنا إذكاء الوعي في صفوف وضعي سياسات وصانئي القرار فيما تعلق في الملوثات العضوية تزويد الجمهور بجميع المعلومات المتعلقة بالملوثات العضوية وضع وتنفيذ وتثقيف توعية الجمهور وهو خاصة النساء والأطفال لأنه ممكن يكونوا يعني عادة بالدول بيكونوا أقل وعي وأقل معرفة للأسف أقل تعليم وبالتالي بتأثروا أكتر لأنهم هني بجهلوا ما بيعرفوا بهاي الملوثات العضوية وشو آثارها على الصحة وعلى البيئة وإنه شو ممكن يعطوهم بدائل من هذه الملوثات مشاركة الجمهور في تصدي للملوثات العضوية شايفين وكيف أثرها على الصحة هذا الإشي طبعا يعني بشكل يأثر على المستوى الوطني طبعا في كل بلد وتدريب اللي بيشتغلوا وتدريب الناس اللي حتى اللي عم بيدرسوا التخصص علميا اللي عم بعمل بيشتغلوا في مستوى الموضوع التربية الموظفين التقنيين الإداريين في الوزرات كلها هاي بيكون عندهم وعي فيها وأيضا موضوع المواد التعليمية اللي ممكن يعني يألفوها أو يوضعوها كمنهج من أجل التوعية للجماهير المختلفة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي طبعا شايفين هنا إنه وضع برامج تعليمية وتدريبية وإنه كيف كل طرف هو معني في إنه يتأكد إنه فعلا هذا الأمر تم طبعا هذا الإشي بيركز على إنه كل طرف يحاول إنه يشوف يعني وضع الصناعة وإيش اللي عم بيصير بالنسبة له هاي الملوثات العضوية المستخدمة طبعا كمان هاي الاتفاقية بتضمن الأمور من كافة الجوانب فزي ما قلنا والله الوزارة شو دورها في اتخاذ إجراءات إدارية وفنية وكمان حكينا في ضوابط قانونية كمان قلنا هون البحث والتطوير والرصد يعني بمعنى أنه الفرق اللي بتشتغل على المستوى العلمي تضلها تشتغل على مستوى يعني تكمل بحوثها من أجل تطوير المعلومات والتوصيات في هذا المجال والرصد الرصد اللي هو المتابعة والملاحظة الدقيقة لاحظوا وانا يعني يشتغلوا على هاي الموضوعات اللي هي المصادر اللي هي كيف بتنتقل شو آثارها على الصحة النفسية الصحة عفوان البشرية والبيئية لاحظوا هذه كلياتها يعني بدها بحوث الموضوعات يعني الاتفاقية بتحكي بكلام كتير عام واللي هي بتعبر عن المشكلات اللي بحثوها الدول الأطراف ولكن الحل إلها ما بيكون بالاتفاقية الاتفاقية بتعطيك بس ضوابط ومؤشرات هلأ الحل بيكون من خلال أنه هاي المادة مثلا تكون ملزمة على أنه يتم تطبيقها من خلال جهة معينة مثلا أنه هنا نقول والله إجراء وتمويل بحوث مثلا في هذا المجال فمين بدنا نشوف مين الجهات أو المنظمات اللي ممكن تكون داعمة وتمول فالمشروع ممكن يكون بهذا الشكل كتير كبير وهنا بتشتغل عليه الجهات المنظمات الدولية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لاحظوا نستعرضها هلأ سريعا هون إيش ممكن المساعدات التقنية تقنية اللي هي الفنية في هذا المجال بين الدول لأنه مؤكيد في دولة عندها إمكانيات أكثر من دولة أخرى وعادة بتكون المساعدات أكثر لمين للدول النامية اللي هي أكثر حاجة وبين كل المجالات سواء من الآلات لاحظوا الموارد والآليات حتى المالية أو من حيث الاشياء التكنيكل الفنية اللي ممكن هون يكونوا بيجهلوا فيها وما بيعرفوها الترتيب الترتيبات المالية المؤقتة إنه كيف ممكن يدعموهم حتى يقدروا يوصلوا للهدف وتقديم التقارير كل دولة هذه النقطة لازم تعرفوها بالاتفاقيات كل دولة بتوقع الاتفاقية الوزارة المعنية هي معنية في إنها تقدم لهذه الجهة المنظمة الدولية تقرير سنوي هذا التقرير سنوي اللي هو بيبين الإنجازات وإيش صار وبيوضح المشكلات زي بطريقة يعني منقول الواجب إنهم يحضروها بحيث إن يكون فيه طبعا هذا الإشي ما بيتم إلا إن يكون حطوا خطة وصير فيه بتابع وتقييم وهكذا تمام طبعا تقييم الفعاليات اللي بيتم في هذا المجال وموضوع عدم الامتثال يعني بمعنى إذا فيه أي جهة بعدم الامتثال شو النتائج اللي بتتم بناء عليها مرات بيكون فيه منازعات حتى شباب منازعات يعني بين دول ممكن زي ما قلنا دولة بتتسبب بضرر لدولة تاني أو دولة بتتأثر من من إشكالات من هاي الدولة يعني زي ما عم بيصير هلا مثلا في بعض الدول اللي هي خنقول صناعية أكتر إشي بتكون عادة هي اللي لا تمتثل وبالتالي بيصير فيه منازعات لأنه استخدام هاي المواد ممكن يأثر على دولة مثلا قريبة منها على الحدود أوكي فبتصير نزاعات في هذا الموضوع فبتصير الحاجة لإشي اسمه اللي هو التحكيم وفض النزاعات طبعا هون هذا الإشي بيحتاج ساعتها إذا فيه محاكم هون مين المعني بيكون فيها اللي هي محكمة العدل الدولية هاي في حالة النزاعات اللي بيتم إنه مين الجهة المسؤولة ما بيتم حلها على مستوى البلد فقط بس يعني بما إنها نزاعات دولية بتكون على مستوى إيش العدل الدولية طبعا مين هون الأطراف بهذا المؤتمر عفوا والأمانة اللي هي إيش مسؤوليتها في يعني متابعة الأداء وحتى إذا يعني يلاحظوا كيف ما بتركوا ولا ثغرة قانونية حتى إذا فيه أي تعديلات ممكن يعني تستجد في المستقبل لازم يكون فيه إلها نص قانوني إنه يتيح هذه التعديلات لأنه إذا ما عملوا هذه المادة نعناها أي طارق جديد ما بيقدروا إيش يتصدوا إلو ويعني يعملوا على تداركه وحل هاي المشكلة طبعا وإنه هنا فيه مادة بتقول إنه أي مرفقات هاي اللي قبل شوي فرجتكم إياها الأنيكسز بدها تعديل إنه لابد تكون من خلال هذه المادة شوفوا تفاصيل جدا وحتى حتى موضوع التصويت عفوا حتى التصويت شباب إنه مين الجهات اللي لد كل دولة إلها صوت في إبداء الرأي فممكن يكون إلهم تحفظ على بند من هاي البنوط من هاي المواد طبعا هون بتيجي المادة المعنية في التوقيع لاحظوا التوقيع غير التصديق التوقيع إنهم وافقوا عليها التصديق إنه هون بدي يصير إيش في إقرار وإنضمام يعني هون من حيث المبدأ هون عم تحكي عن انضمام وإقرار وخلاص بدي إلا إذا أنا وقعنا وبعدين صادقنا إحنا كدولة كأردن مثلا معناها إحنا بدي يصير متابعتنا إذا إحنا خالفنا هادي الالتزام بهاي المادة بيصير فيه عقوبات شايفين وبعد هيك طبعا مرات بيكون فيه إشي اسمه فترة السماح اللي هي بتنعطى فترة حتى إحنا بعدها نقول إنه مسموح لنا يعني خلنا نقول فترة يعني استراحة حتى نزبط أمورنا كدولة إلى أن نقدر نطبقها فبهاي الفترة السماح ما بيصير هون يعملوا أي عقوبة هلأ بدء النفاذ خلص هنا بيصير الالتزام الرسمي والكامل بناءً عليها وبيصير طبعا فيه ممكن يكون فيه إشي اسمه تحفظات يعني الدولة ما توافق على بعض البنود يعني توافق على الكل بس بعض البنود تقول أنا هاي ما بيقدر عليها أو تعطي أسباب أو هكذا ممكن كمان فيه احتمال إنه كمان يصير فيه انسحابات انسحاب يعني إذا صار فيه يعني طبعا هذا الإشي بده يندرس مش على كيف هم أي دولة بتقدم هذا الإشي بتعمل كتاب رسمي يعني خلنقول كتابي وبتم دراسة الموضوع إنه ليش لأنه بدنا نتأكد المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي اللي بتأكد إنه ما بترتب بناءنا هذا الانسحاب أي مشكلات يعني خلنقول كبيرة وهكذا لاحظوا الأجزاء المرفقة شايفين الأسماء الدرين كلوردين أوكي هاي الأسماء سباعي الكلور إلى آخره إحنا ما بنعرف هاي كل هال يعني منتجات أنتو ما بتعرفوها فيه إشي منها يستخدم فيه إشي يعني ينتج فيه إشي ممكن الدولة تنتجه وفيه إشي ممكن يستخدم حتى هون عم بيشوفوا إيش الإحفاءات اللي ممكن تصير عليها إنه هل بنا نساعدهم ولا ما بنا نساعدهم على المستوى الدولي طلعوا ممكن يكون بالمبيدات حشرات شايفين مبيدات الحشرات مبيدات التفعليات مبيدات نمل إلى آخره هاي كلها مواد يعني سامة إذا بستخدمها في الزراعة فمسموح مرات بيكون ببعض المواد بس بنسب معينة الموضوع كتير دقيق شايفين مواد كيموية وكيف بتعاملوا معها على المستوى الدولي طبعا إحنا نشتري المنتج ما بنعرف إيش التركيبة تبعته ما بنعرف شو اللي فيه حتى المزارعين بيجوز يكونوا جاهلين لهذا الموضوع فهونا الموضوع بتم هيشوفوا مركبات لنائية الفينيل متعددة الكلور وهكذا بيحط لك إيش هي مثلا الـ DDT لإيش مقبول استخدامها لاحظوا الاستخدام في مكافحة نقلات الأمراض وفقا للجزء الثاني شايفين يعني محددين كل مادة وين بقدر أستخدمها في إش هي ما بقدر أستخدمها في أي مكان هاي النقطة كتير ملوثات عضوية يعني يعني بتندرس بشكل علمي يعني واضح ما بدي أكملها بس أنتو بتقرأ وتطلعوا عليها هاي المعلومات أنا بهمني هنا كمان تطلعوا على هذا الجزء طبعا المعلومات المطلوبة لإعداد بيان المخاطر اللي هي خطة خنقول كيف بيتم بعدها وضع خطة للتعامل مع هادي المخاطر وشو أثارها الضرة بتحط يعني نسبة للتعامل مع نسبة الخطر خنقول ومعلومات عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادي أنتو بهمكم هذا كمان المرفق واو اللي بيحكي عن أنه تنفيذ هاي الاتفاقية كيف بيأثر على كيف بدنا نتعامل معه من حيث شايفين تقليل المخاطر نركز على الجدوة التقنية على التكاليف على إيش أثارها على البيئة أو على الصحة وشو البدائل اللي ممكن أنا أشتغل عليها حتى يعني ألاقي يعني منتجات وعمليات يعني تواكب أو تكون مناسبة من حيث التكاليف البيئية والصحية ومن حيث الكفاءة لأنه أنا عندي مشكلة اللي بيستخدم وبيضات حشرية لأنه عنده مشكلة فكيف بده يتعامل معها كبديل وشو الاستعمالات اللي حتصيره هل هي متوفرة عنا بالبلد ولا من نستوردها وهذه الأمور طبعا الأثار الإيجابية والسلبية على الصحة والزراعة والنباتات حتى على الجانب الاقتصادي على موضوع التنوع الإحيائي شباب وشايفين هاي نقطة خمسة اللي هي التحرك نحو التنمية المستدامة لأنه أنا لما بحفظ شيء في الأرض في التربة في اللباتات أنا هون بضمن الأجيال القادمة مش لقلي بس عم بعمل لأنه كمان إذا بصير أي مشكلة بتكون هاي بتترصب هاي بتكون للمستقبل للأجيال القادمة شو لتك الكلفة الاجتماعية اللي بتتأثر فيها يعني زي ما بنعمل السوت هذا اللي أنا علمتكم هي بنفس الطريقة بتم حسابه من قبل التنموين في هاي المادة وخنقول رصد كل المعلومات اللازمة هيك إحنا الاتفاقية الثانية اللي بنا نحكي عنها اليوم سريعة إحنا الخميس هنسمع منكم شباب التلخيص طبعكم أوكي البرزنتيشن أنا هعطي فرصة أكبر والخميس إن شاء الله بنبدأ خلينا اليوم إذا نكمل البروتوكول قرط جنة هذا متعلق بالسلام الأحيائية للاتفاقية المتعلقة به إيش موضوع التنوع البيولوجي إحنا البروتوكول بنعرفه نعرف اللي كانت بتتحدث في التنوع البيولوجي لابد مرات بيكون فيه زي نوع من المذكرات التفاهم أو البروتوكولات من أجل تنفيذه هاي الاتفاقية كمان زم أنتوا شايفين يعني بتتعلق في السلام الأحيائية وطبعا نص البروتوكول اللي هو طبعا تم في سنة الألفين بمونتريال لاحظوا هون هاي هاي السكرتارية اللي قلنا عنها سكرتارية اللي هي السكرتارية أو الأمان العامة لما تشوفوا هون هاي السكرتارية of the convention of biological diversity world trade center في إيش في الworld trade center اللي تم توقيعها هذا موحب من الـ centers أو الأبراج اللي تم فيه معروف يعني الحادث الإرهاب اللي صار فيه لما تم استهدافه في السنة الألفين احنا منقول إنه صار في توقيع هاي الاتفاقية اللي كانوا معنيين فيها مين هي السكرتارية الدائمة اللي معنية عن تقنقل في توقيعها لاحظوا البروتوكول قررت جنة المعني بالسلامة الأحيائية دائماً التصدير اللي هو زي المقدمة أوكي التصدير بالنسبة لأتفاقيات اللي هو زي المقدمة والهون بيبيننا إيش مين هي الدول اللي تابعة للأتفاقية اللي معنية في يعني العمل عليها من الدول الأطراف شايفي دباجة يعني الدباجة اللي هي المقدمة بتكون دائماً نفس الإشي بس اللي بفرق هون إيش عندي هاي عدد المواد نفس الإشي خلينا نستعرض كم من مادة في البداية إحنا طبعاً دائماً بيكون في خلنا نقول مرفقات شايفين هاي المرفقات اللي بتكون توضيحية وخلينا أشوف هون كم من مادة طلع عنا إيش المادة إيش 40 هذا إذن يتكون من قديش 40 مادة إحنا نستعرضهم بشكل سريع بس ناخد إيش عنوان المادة وشو أهم فكرة فيها هاي بتتحدث عن هدف البروتوكول شو الأحكام العامة حكام عامة زي أنظمة قوانين عامة استخدامها المصطلحات طبعاً هون حتى ذي يتفقوا أهم إشي في الاتفاقية إنه يتفقوا زي مما بتعملوا بحث علمي أنتو بتقرروا إيش هي المصطلحات الأساسية اللي بكم تشتغلوا عليها صح فمثلاً إيش مقصود فيه لما كل ما تصدر تمرؤ كلمة بتتحدث عن الموضوع مثلاً إيش يعني استخدام نعزول أوكي إيش يعني التصدير التصدير إيش يعني الاستيراد شو بيقصدوا فيه شو الكائن الحي المحور وإلى آخرية هاي مصطلحات إنه استخدموها بيوضحوها وإيش يعني التكنولوجيا الإحيائية الحديثة اللي هي التقنيات مثلاً داخل الأنابيب الموضوع الـ DNA هذي كلياتها إذن اللي هي بتوضح موضوع المصطلحات النطاق اللي هو على أي مدى بتشتغل هذا البروتوكول على أي مستوى إنه استخدام نسمي التنوع البيولوجي أيضاً اللي هو بيأثر أكثر إشي على صحة الإنسان لها علاقة هذا البروتوكول بموضوع المستحضرات الصيدلانية عشان هيك إحنا منقول في بعض المخاطر اللي بتكون موجودة بننتأكد منها لما بتم استيرادها بالنسبة من قبل الصيادلة العبور والاستخدام المعزول يعني العبور اللي هو لما بسير الترانزيد ونقل المواد بننتأكد إنه كيف الطرق اللي تم نقلها حتى الاستخدام المعزول حتى ما يكون فيه أي يعني في المنطقة اللي تم نقل فيها الكائنات الحية هاي عبر الأراضي وكيف بيطبقوا إجراءات يعني الاتفاق المسبق عن علم يعني بمعنى بين الدول وكيف بيتم الإختار يعني إعلام الدول بي أو اللي عم تنقل هاي المواد وتستولدها في في هذا الموضوع والإقرار بالتسليم حتى إجراءات اتخاذ القرار إجراءات بشأن الكائنات الحية ضحزين حتى في موضوع استخدامها كأغذية وكأعلاف أو مورات بيكون لتجهيزات معينة فموضوع بيأثر جدا على الصحة زي ما قلنا استعراض القرارات والإجراءات اللي الممكن تكون مبسطة والاتفاقيات الثنائية اللي بتصير مرات بين الدول الأطراف بين الإقليم من دول الإقليم حتى اللي بتتم مثلا نقل المواد هاي من منطقة لمنطقة في عبر الدول هاي بالشحن مثلا وهنا هاي المقاط اللي انتو بتهمكم من عند رقم 15 اللي هو كيف بيتم تقييم المخاطر انتو ما بهمكم شباب الموضوع الفني انتو بهمكم الموضوع ايش الإعلامي التنموي التدريبي التوعوي وهكذا والمشاريع اللي كيف بنشغل عليها إدارة المخاطر احنا هون عم نحكي عن إدارة شايفين عم نحكي عن إدارة كيف تتعامل مع المخاطر بس هنا كل مرة بيكون الموضوع الخطر مختلف هنا النقل غير المقصود عبر الحدود وتدبير الطوارئ اذا صار فيه شيء بشكل اي خطأ غير مقصود او بسبب طارق معين كيف بيتعاملوا معه المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية انه مين الجهة المعنية او شو الجهة المسؤولة عن هاي المشكلة السلطات الوطنية مختصة ونقاط الاتصال الوطنية مين الجهة المعنية دائما بتكون بتم تحديدها عادة بجهة يعني زي ما نقول ضابطة وخوان كيف المعلومات وتبادل المعلومات اللي بتتعلق بالسلام الحيائية من أجل التنوع البيئي او نقول الحيوي احسن وفي مرات بتكون معلومات سرية بتتعلق في المخاطر اللي تترتب على الاستيراد في أمور مرات بيكون يعني مش كل المعلومات بيعرفها الشعب وبيعرفها المواطن مرات فيه اشياء بتكون محمية بس الاشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال هن اللي بيعرفوا تفاصيلها طبعا حسب يعني خطورة الموضوع والمعلومة وشو الطوارئ اللي مرات بتم نشر شائعات للأسف في هذا الموضوع حتى يتم التأكد منه من قبل الجهات المختصة موضوع بناء القدرات اللي هي ايش بناء القدرات اللي هي تتعامل على التدريب والتوعية وكيف إنه كافة الأطراف يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع اللي هي بتركز هاي هنا زي ما تشايفين الوعي العام والمشاركة الجماهيرية تشجيع وتستيسير هاي النقطة بتهمكم الوعي والثقافة والمشاركة على مستوى الجماهير بشأن أمان ونقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي شايفين طبعا السعي لضمان أن تشمل التوعية وتثقيف الجماهير كلها وموضوع الأطراف المشاركة كيف إنها تدخل في تبادل هاي المعلومات حتى اللي ما بيوقع الاتفاقية هو مش معناها حر كليا في مادة بتبيننا إنه شو التبعات عليه عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود كيف بيتم التعامل معها للكائنات الحية هاي اللي بتكون محورة والاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية أيضا لاحظوا يجوز عند التوصل إلى قرار وشعل الاستيراد لموجب هذا البروتوكول أن تضعف الحسبان أن تتوافق مع التزاماتها الدولية وحسب اعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ملاحظين دائما هذا الاشي لابد أن يكون حسب الدولة وقدراتها المسئولية والجبر التعويضي أنه في حال تم يعني خنقول يعني توصل لأي يعني اختار عن أي مشكلة كيف بيتم إجبارهم في أنهم يعملوا تعويض لهذه المشكلة فممكن نكون في نوع من خنقول التعويض عن أي ضرر حصل وشو الآلية المالية والموارد المالية اللي بتترتب عليها أيضا كيف بيتم العمل على الاجتماع لكل الأطراف بهذا البروتوكول وطبعا بيتم الاجتماع بشكل دوري حتى الهيئات الفرعية والآليات اللي بيتم العمل عليها وطبعا هون دايما لاحظوا كيف الترتيب دائما أنه فيه مادة بتكون للأمانة اللي هي معنية عن تنفيذ هذا البروتوكول وكيف بيتم رصد وعداد التقارير المتابعة والتأكد من الامتثال والتقييم الدوري وبعدين عندي التوقيع وبدء النفاذ شايفين بالأخير نفس الإشي والتحفظات لاحظوا هنا كاتبين لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول مرات بيكون الموضوع كتير خطير لدرجة أنه لا يجوز بنا نقرأ هاي المادة أنه لا يجوز التحفظ على هذا البروتوكول طبعا هون حطين الانسحابات كيف بتكون في حالة صارة الانسحابات وشو هون المرفقات لاحظوا المعلومات المطلوبة في الإختارات اللي هي الإخبار هاي التفاصيل اللي بيطلبوها من الجهات المعنية أنه يتم إعلامهم فيها إيش هي الحالة من شو المركز المنشأة شو الموضوع التلوث أو التنوع الوراثي المعني وهكذا بيصير يعني إيش وصف الحامض النمو النمو المعني برضو شو التحوير اللي صار عليه يعني هاي الاشياء كتير نقاط مهمة أصلا يعني موضوع تعرفوا شباب الكورونا والويروس اللي صار هو عبارة عن تحويرات يا زي هيك تحويرات يعني تعديل على تركيبة معينة كيموية أثرت بالطريقة اللي انتوا شايفين ها صار في نوع من المخاطر اللي انتشر كوباء هاي المرفقة التانية اللي بتعلق في المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة ممكن تكون كأغذية ممكن تكون أعلاف يعني هاي النقطة كيف بتم يعني إخبار عنها انتوا ما بتتعاملوا معها بس كل المزارعين بيعرفوا هذا الوصص تقييم المخاطر اللي بتم شو عفوا شو المبادئ اللي عفوا مش عارف الليش هاي طلعت شو المبادئ اللي بتم على أساسها ايش اللي صار شباب اوكي رجعت شو المبادئ اللي بتم التعامل على أساسها والمنهجية وفق منهجية زي أي خطة نستخدمها والنقاط اللي يبنى عليها يعني خنقول التعامل بشكل نهائي هاي مثلا البروتوكول قرطاجرنا الاتفاقية الأخيرة بالوقت المتبقي اللي بنا نحكي فيها اليوم اللي هي اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكليموية ومبويدات الأفات الخطرة اللي هي يتم تداولها من خلال التجارة الدولية هاي طبعا النص الكامل والمرفقات تبعتها زي ما انتوا شايفين الاتفاقية طبعا في روتردام زي ما انتوا شايفين هون روتردام كونفنشن سيكريتاريات اللي هي معنية في موضوع البلانت بروتكشن سيرفز اللي هي معنية في حماية موضوع النباتات والخدمات المقدمة بهذا الشأن ولاحظوا مين الجهات المعنية أيضا food and agriculture organization in the United Nations اللي هي منظمة الفاو food f a agriculture o اللي هي organization إذن هون مين الجهة اللي كانت مسؤولة عنها بشكل مباشر عشان نحكي عن النباتات وبرضو في عندك مين الجهة التانية اللي هي عندك الفاو وعندك اليونب 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 برنامج الأمم المتحدة من أجل إيش البيئة هدول اللي انتوا بهموكم ماشي هدول اللي انتوا بهموكم اللي هن الفاو واليونب ماشي شباب دازم تعرفوها في طبعا الفاو مقرها في إيطالي واليونب مقرها في سويزرلند في جينيف طبعا بيتم الاتفاق باتفاقية روتردام اللي كانت سنة 2005 هذا النص الخاص فيها زي ما انتوا شايفين طبعا هي اتفاقية بتبنى على اتفاقية احنا حكينا هذا الموضوع المقدمة بتقول لك أثار نوع نمو الانتاج المواد الكيموية في الفترة السابقة اللي هي على مدار عقود ثلاثة أدت إلى مخاطر كبيرة عن المستوى يعني خلنقول بسبب هاي المواد الكيموية ومبادات الأفات الخطرة إنها بالتالي أدت إنه البنية التحتية كانت مهددة وبالتالي صار ضروري إنهم يراقبوا المواد الكيموية اللي بتم استيرادها وبرنامج اليونب هذا اللي قلنا عنه اللي هي الفاو هن المفروض كانت تعاونوا مع بعض حتى يشتغلوا على الحل هاي المشكلة فاستحدثوا برامج يعني فيها من خلال تبادل هاي المعلومات حتى يعني تعطي حلول لهذه المشكلة فبعد خنقول سنة التسعة وتمانين لما صار في تركيز على هذا البرنامج وكيف قيموا المخاطر المتعلقة ب خنقول الواردات الموارد الكيموية تم اتفاق كمان في اتفاقية اللي حضروا قمة ريو سنة 1992 وبعد هيك صار فيه ضرورة انهم يركزوا على بعض المفاوضات على هاي الاتفاقية اللي هي اتفاقية رودردام بشأن الموافقة على خنقول المتعلقة في المواد الكيموية ومبيدات الأفات الخطرة اللي بيتم تداولها في التجارة الدولية لاحظوا هاي هي المواد بدي تطلع عليها انتو لحالكم من مادة واحد زي ما انتو شايفين هنا نتقلق نفس الطريقة اللي اللي اطلعنا عليها قبل شوي شايفين نفس الطريقة يعني كلهم بنفس السيستم كيف التعامل مع المبيدات بس هي الاتفاقيات يعني اجت بطريقة مكملة لبعض يا شباب زي ما قلت لكم وخليني اجي لآخرها اللي هي بعد ما انتو تطلعوا عليها انتو لحالكم انظروا الها لاحظوا المرفقات اللي بتتعلق في المعلومات المطلوب للاختار نفس النسق شايفين هذولا طبعا اللي بيشتغلوا عليها اللي هوني الناس دارسين بيكونوا قانون دولي وبنفس الوقت اللهم علاقة بالامور الفنية المتعلقة بموضوع هاي هوني ايش اللي هي المعايير لإدراج المواد الكيموية المحظورة عنه على اي اساس بقرروا انه هذه المادة كيموية محظورة ولا لا فبيعتبروها مقيدة بشدة يعني بمعنى انه ما في مجال ابدا لقبولها وحطين هون حتى هاي اسماء المواد زي ما حكينا وشو رقمها في السجل التجاري وهل هي تعتبد مبيدات او افات يعني مبيد افات ولا اشي تصنيفها لاحظين في مثلا عندك هادا التركيبات مسحي قبارية تحتوي على هدول المواد تعتبر تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة شايفين يعني ممكن اشي من نسمم سرطنات اشي يكون سام في اشي مسموحة بس عن مستوى الصناعي شايفين يعني انها تدخل هاي معلومات لها علاقة انتو ما بتعرفوها هاي بس اللي بدرس بالتخصص بيعرف انه في اشي كتير خطر في هذه المادة وهكذا تمام فاحنا هيك من كل استعرضنا هاي المواد طبعا مرات حتى اذا في تسويت منازعات بدي اسألكم اذا في اي سؤال احنا المرة القادمة بدنا نبدأ في اني اسمعكم يا شباب في من بداية يعني حنبدأ بأول المحاضرة ناخد جزء بسيط من المحاضرة كل يوم بهاي الطريقة واخر خلنا نقول ربع ساعة من نسمع منكم تمام في حدا عنده سؤال دكتورة مكاس تخضر تخضر مين معين شعبان آش آش آه تخضر دكتورة كيف نعرف التلتيب التلتيب ايش احنا ما تحننقدم وانتبعنا هلا انا اللي بدي اسمع منكم يوم الخميس اللي هو البحث الاول اوكي هدأك لبعد العيد لبعد العيد مطلوب منكم اول يوم بعد العيد يعني اول اصدى محاضرة بنعطيها بعد العيد اوكي بيكون مفروض منك تعطيني البحث التاني آه هاي بعرف اصدقين اصدقين انو مثلا محاضرة اللي جاي مين اللي حيقدن اللي بعده مين اللي حيقدن محاضرة هامشي بالاسماء بالدور حسن قائمة الاسماء ممكن ممكن اطلب من اكرم تحط الاسماء على القائمة عشان يعرفوا حالهم بالدور انا همشي فيهم واحد واحد واللي مش موجود هنتقل للاسم اللي بعده اللي ما بلاقيه موجود تنقص علامته وبنتقل لللي بعده وهكذا تمام هاي عليها خمس علامات هي نفس علامة الخمستاشا انا حطيت لك اياها يا بثبتها اوكي لانه في ناس مش عامل منيح يا بثبتها يا برفعها يا بناقصها اوكي تمام تمام عشان اتأكد ان شغولكم صح وعن جدارة يعطيكم الف عافية يا شباب ديروا بالكم مع حالكم يعطيك العافية دكتور مع السلامة اقرأوا الى باول عشان المعلومات عم بتديد بسرعة تمام تمام يلا مع السلامة سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة